ليس بدرا ليس كمالا ليس تماما طيب لكن انظر في هذه الليال الوترية الى القمر روى الامام مسلم في صحيحة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو هريرة تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدنا نتكلم في ليلة القدر وعلى متى ليلة القدر ومتى تكون ليلة القدر تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة دي اول علامة صحيحة في صحيح مسلم دي علامة مقارنة للليلة لان من يتحدث في العلامات يتحدث عن العلامات اللاحقة للليلة وخلاص ما اساعد من ساعد وفاز من فاز لا انا ادلك على علامة الليلة ذاتها عشان تدرك اول ما تصلي العشاء والتراويح تابع القمر انظر الى القمر فان رأيت القمر مثل شق جفنة ايه الجفنة دي يا مولانا الجفنة طبأ الكبير او الاناء الكبير اللي بيضع فيه الطعام جفنة اناء كبير يضع فيه الطعام انظر الى القمر في ليلة القدر في هذه الليالي سترى القمر تماما والله لقد رأيت ذلك بعيني انا والله لقد رأيت ذلك بعيني واكثرت من الصلاة والسلام على الصادق الذي لانطق عن الهوى ترى القمر كشق جفنة يعني نصف الجفنة تنظر الى القمر الجفنة مستديرة حترى القمر نصف جفنة مستدير نصف جفنة مستدير شق يعني نصف جفنة مستدير يعني الطبق المستدير بس يبقى نصف ما تبقاش الجفنة كاملة لا نصف جفنة مستدير طيب دي علامة في الليلة طيب علامة تانية علامة تانية في الحديث أبي داود الطيالسي وأيضا حديث رواه البيهقي ورواه البزار ورواه الحاكم بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ورواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام خل بالك ليلة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة سهلة يسيرة فيها طمأنينة فيها سكينة فيها هدوء فيها راحة نفسية فيها أنوار أنوار إيباءه وقولك المليكة نزلة وطلعة فيها أنوار يشعر بها أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصدق سهلة طلقة طلقة يعني طلقة يعني مضيئة وجه طلق أو طلقة أي وجه مضيء سهلة طلقة سهلة يسيرة مضيئة منيرة لا حارة ولا باردة يستشعر هذا كثير من أحبابنا وأخواتنا في ليالي القدر لا الجو حر ولا الجو برد وفيه سعادة وانشراح وفيه سكينة وفيه لذة وفيه متعة وفيه استقرار ضمير وفيه راحة بال وفيه انشراح صدر يبقى دي علامات الليلة طيب يا مولانا سمعنا قبل كده ان الليلة دي لا ينبح فيها لا تنبح فيها الكلاب خطأ لا دليل عليه لا دليل على ذلك لا تعلق قلبك ولا عقلك بهذا فيه علامات لاحقة للليلة تأتي بعد انقضاء الليلة روى الامام مسلم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها بس خلاص سعد من سعد وفاز من فاز فمن يراقب القمر ويراقب حال الليل ومن يراقب حال الشمس للتأكيد فيما كان فيه في الليل فالشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها لا شعاع لها وفيه رواية حمراء ضعيفة ودي بتبقى مرحلة بعد البياض بعد الشعاع لا تعارض وقت ومرحلة وقت ومرحلة بعد الشعاع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة